يعني إبراهيم أنا ضعي يعني آه الناس هتقولك ده بلعبش في مركز يا جماعة هو إمكاناته ضعيفة يعني إمكانيات ضعيفة جدا إمكانيات البار بتاعه ضعيف ما عندوش قوة ما عندوش قوة التحامات يعني دايما كان بيتقال على اللعبة الأفاركة أفضل حاجة عندهم الصحة والقوة بتاعتهم والحماس والمهارة وبيعدي والسرعة أنا أول مرة أشوف أفريقي مش قادر يتحرك يعني بطيء بطيء غير طبيعي وده مع احترامي يعني دايما البنيان الجسماني بتاع الأفاركة تحس إنه معضل يعني عضلي كده تحس إنه هو سامسون مثلا يعني سامسون مش عالله تحس إنه هو جسم قصير بس معضل أسيبكم إنه هو الإمكانات بتاعته ضعيفة برضو بس أنا بتكلم على البنيان الجسماني إبراهيم أنا ضاي وأنا عارف إن فيه كلام نزل اليومين اللي فاته إنه هو خلاص أنا بقول لك يا جماعة لازم ياخد خط خط مخروج ما ينفعش مش ده مش ده ناد الزمالك خالص ولا إمكانات ناد الزمالك إن تجيب لعيب الكواليتي ده زيه زي يعني يعني تقريبا هما الاتنين زيه زي مودست يعني نفس المستوى أقل كتير جدا زي سامسون المفوض إنه انت بتدور على لعيبة بتدور على مستوى كويس جدا لازم تجيب لعيبة الفترة اللي جاية تعمل شكل ناد الزمالك وتعمل حتى كوة ما إنت بتجيب لعيبة عشان تبقى كوة ما تجيبش لعيب يعني الوحيد اللي تقريبا يعني الوحيد بصراحة اللي انا شايفه انه هو فعلا صفقة تتقال صفقة نكحة هو شحات محمد شحاته بصراحة وهقولها تاني من اللعيبة الكويسة جدا نسيبكم من الكرة اللي هي اتعمت دي وقالش اتنينه ده شي طبيعي في الكرة يعني عادي بتحصل بيبقى قل التركيز قل التخبرات لسه ما اشتغلش اصلا كمان ما اخدش الخبرات على المرمى بس يا جماعة والله العظيم الواحد الواحد بيتفرج على الكرة عارف ده ده يعني اللعيب كويس ولا لا بين بين ان هو عايز يشتغل وبين ان هو عايز عايز ايجابي اكتر على المرمى من اللعبة فعلا المميزة عندك حسام عبد المجيد يعني حسام عبد المجيد بطيء اه يا جماعة هقولها تاني والله وانا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من كذا مرة وناس مختلفة معايا انا مش بتحمل على حد والله بس امكانياته ضعيفة يعني انا يعني يريتي بقى افضل والله انا ما تمناها جماعة قبل كده اتكلمت على الوينش فاكرين كنت اكتر واحد اتكلمت على الوينش بس الوينش لما تطور اول واحد كنت في البرنامج هنا في بلاس تسعين والله طالبت ان هو يوحي الامبيات مع منتخب الولومبي اول واحد وقلت وبعدها قلت ان هو افضل مدافع في مصر هو عبد المنعم ونضم اليوم ياسر برين في الفترة الاخيرة هما دول التلاتة اللي انا اتكلمت عليه اه 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 فتوح فتوح اتكلمت عليه في الاول قلت ان بيلعب لعب اللي هو الخماسي وده كلام عادي بس لما تطور وبقى كويس بقيت اشيد بيه فده شي طبيعي النهاردة انت كويس اشيد بيك النهاردة انت وحش هقول عنك وحش مش هجامل حد انا جماعة والله حسام عبد المجيد بنيانه الجثماني كويس جدا اي مدافع يتمنى على فكرة بس بطيء الباص بتاعه قليل جدا الحركة بتاعته بطيئة يعني لو بيلعب عليه مهاجم كويس هتلاقيه يعد منه بسهولة يعني اعزالك لو مسلا لو في الامكانات تحت الجزيرة مسلا ضده هيرقصه بالتليفون والله يعني هيقول له انا هعد منك وسهل هتيك اهم زي كده خلاص عدت منه وخدته في داري وكملت على المرمى وروحت انفراده على العواد الوحيد اللي بيحول بصراحة وشايل نادس زمالك هو المسلوسي عمر جابر النهاردة كان كويس بصراحة هو اللي عمل الهدف الاولاني والقطع بتاعته وعده وتحرك وعمله